عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما الرواية في دلائل الإمامة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة خموا المقدسة رقم الحديث أربعمية واحد وثمانين يبدأ في صفحة أربعمية وأربعة وثمانين أقرأ عليكم من صفحة أربعمية وخمسة وثمانين بسنده عن جهم ابن أبي جهمة قال سمعت أبا الحسن موسى صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألف عام ثم خلق الأبدان بعد ذلك فما تعارف منها في السماء تعارف في الأرض وما تناكر منها في السماء تناكر في الأرض فإذا قام القائم ورث الأخ في الدين ولم يورث الأخ في الولادة وهو التوريث في عالم الأضلة وذلك قول الله عز وجل في كتابه قد أفلح المؤمنون هذه بداية سورة المؤمنون بعد البسملة والإمام يشير إلى آية من آيات هذه السورة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون قوانين يوم القيامة شيء آخر وبعبارة أخرى قوانين أيام الله وأيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم هذه الأنساب ستتلاشى تبقى الرابطة هي الرابطة كل شيعة يرتبطون بإمام زمانهم هذه هي الحقيقة من الآخر وهذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ها هنا يتشكل اسم المؤمن ها هنا تتشكل علامته فهمتم الآن المرادة من الدعاء اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا يسألوا أحد عن الآخر كل مرء منهم مشغول بنفسه النجاة والفوز إذا كانت أسماؤنا نظيفة وكانت علاماتنا مضيئة وكانت هوياتنا مصدقة من الزهراء لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء التصديق من الزهراء هذا هو معنى الصديقة الكبرى الصديقة الكبرى ليس هي التي تصدق تصدق بما جاء من الله الزهراء وآهل الزهراء لا فرق بينهم وبين الله إلا أنهم عباده وخلقه وإنما هي الصديقة الكبرى التي تصدق ديننا هي التي تمنحنا الوثائق المصدقة للأنبياء للأحصياء هي حجة على الأئمة من ولدها كما يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا هي التي تصدق إمامتهم وتصدق حجيتهم وهي التي تصدق ديننا أيضا هكذا نقرأ في زيارتها الشريفة وزعمنا يا أم الحسن والحسين وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتا به وصيه صلى الله عليهما وعالهما فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما إذا كنا قد صدقناك هذه مقدمة كي نتواصل معها لتصدق على ديننا فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي لماذا لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء تريدون تصديقا لوثائقكم الأخروية التصديق عند فاطمة توجهوا إلى فاطمة هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذار لأن أبا ذار مصداق من مصاديق الذين لهم اسم واضح ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء النبي يقول عن يقول عن أبي ذار ماذا قرأنا في زيارة الزهراء فإنا نسألك إن كنا صدقناك فماذا تقولون عن أبي ذار هل كان مصدقا للزهراء أو لا والنبي يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدقذي لهجة من أبي ذار رضوان الله تعالى عليه النبي يقول له في وصيته أهية وصية هذه وصية عميقة دقيقة أقرأ عليكم من الجزء الرابع والسبعين من بحار الأنوار إنها طبعة دار إحياء التراث العربي الوصية وصية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله لأبي ذار في صفحة الثمانين وما بعدها يا أبا ذار يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فماذا يفعل في قطعا هذا العبد يحمل اسما ويحمل علامة من الأسماء والعلامات التي تحدثنا عنها وإلا لن يستطيع الجواز إلى هذا الفناء الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين فقهه وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه هذا الزهد الذي يضحك به علينا مراجع النجفي وكربلاء لماذا لا ينبت الحكمة في قلوبهم لماذا لا ينطق ألسنتهم بالحكمة هذا قانون يضعه لنا رسول الله يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه إحنا اللي عدنا بالنجف وكربلة عدنا نوعين عدنا نوع ذول خرسان ما يحشون مغط عيوبه وساكت لأنه من يحشي يقومي مضرط فساكت سات الروح سترحاله بصمته هذا نوع من المراجع أنا لا أتحدث عن مرجع بعينه لأن القضية هذه كانت موجودة في السابق وهي موجودة الآن هذا النوع الأول خرسان ما يحشون لو سألتم أنفسكم سيرة من هذه الله الله يتكلم ماذا يصف موسى ألا يصف موسى بأنه كليم الله هذا يعني أن الله يتكلم وإلا كيف صار موسى كليما لله الله يتكلم الأنبياء يتكلمون إنما بعثوا بالكلام كما يقولون صلوات الله عليه الأئمة يتكلمون من الذي لا يتكلم ولا نسمع صوته إلا عبر الوسائط الشيطان هذه سيرة الشيطان هؤلاء على سيرة إبليس إبليس الذي لا يتكلم مع الناس بشكل مباشر إلا عبر الوسائط إلا أن يكون متخفيا هذه سيرة إبليس وهم نواب إبليس فعلى سيرتي هذا الصنف الأول الصنف الثاني إذا ما تكلموا مثل ما نقول بالتعابير الشعبية العراقية يقوم يمسلت يقوم يمضرط المرجع الإنترنت موجود شوفوا الوهابيين على من يضحكون يضحكون على تمسلت وتمضرط مراجع النجف وكربل يطلعونهم يضحكون عليهم لأنه يمضرطون الآيات العظمى فإحنا عندنا نوع مراجع نوع ثالث ما شفنا وين النوع الثالث لو أخرس يعمل بسيرة إبليس ويستر عيوبه لأنه إذا تكلم سيفضح فيسكت وينشب ويقعد على صفحة يحرك أشخاص يتكلمون بدلا عنه وهذا هو أسلوب إبليس لو يقومون يحشون والنتيجة شنو يقوم يمضرط مرجع سمحت آية الله العظمى يقوم يمضرط ويمسلط أدري لعد الزهد وين وين الحكمة هذا القانون قانون من رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وماذا بعد وماذا بعد ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها احنا ذول اللي عندنا بس داء بس مراء ذول هم ما قادرين يصفون الدواء لأنفسهم يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام يا أبا ذار إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه فإنه يلقى الحكمة هذا قانون زين ذول اللي يقولون نزه هاد شو من يحشون يقومون يمضرطون تمضرط من يكتب بيان البيان مشعون أغلاط من يحشي يقوم يمسلت من يصدر فتوى مخالفة لأهل البيت من يفسر القرآن ينقض بيعة الغدير يفسر القرآن على منهج الفخر الرازي وين هالحكمة هذا الزهد اللي يكذبون ويضحكون به علينا وين أهثاره سرسرية سرسرية وإتلية هذا كلام رسول الله طبقوا عليه وين هذا الزهد وين أثاره وين هذه الحكمة بس سربت وتمسليت وطاحت حال يا أبا ذار إذا رأيت أخاك قد زحد في الدنيا فاستمع من فإنه يلقى الحكمة مثل ما مر علينا في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف وهو يتحدث عن أولياء الحجة بن الحسن عن أوليائه المخلصين من أنه يرمى بالتفسير في مسامعهم ومن أنهم يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح منطق واحد ومعرفة واحدة وثقافة واحدة فأين أنتم يا أيها الذين تقولون من أننا شيعة للحجة بن الحسن أين أنتم عن هذه الحقائق لماذا تتبعون هؤلاء السفهاء الذين لا حكمة عندهم لو كان عندهم من حكمة لنطقوا بها هكذا رسول الله يقول لأبي ذر يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه فأين حكمتهم هذه شو إحنا ما قابضين منهم بس التمثلث والتمضرط أو تحت الحظ على طول الخط هذا اللي قبضنا من مراجع النجف وكربلة يا أبا ذر إذا دخل النور القلب إنه نور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والله يا أبا خالد إمامنا الباقر يقول لأبي خالد الكابلي والرواية في الكهف الشريف في الجزء الأول والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار هذا هو النور والله يا أبا خالد لنور الإمام هذا هو الإسم اللهم لا تبدل إسمي ولا تغير جسمي هذا الإسم يحتاج إلى جسم نظيف إلى جسم منزه عن أكل الحرام والشبهات والنجاسات وحتى لو طرأ عليه ذلك فإن الإمام يطهره طرأ عليه ذلك لا بقصد منه وإنما هي الدنيا الروايات تحدثنا من أن تحصيل درهم حلال في آخر الزمان وهذا هو آخر الزمان آخر الزمان بدأ منذ زمان ولادة إمام زماننا لأنهم أخبرون من أن الحجة ابن الحسن سيولد في آخر الزمان والإمام ولد في السنة الخامسة والخمسين بعد المئتين من الهجرة على ما هو معروف فمنذ ذلك الوقت ابتدأ آخر الزمان نحن نعيش في قلب آخر الزمان درهم من حلال تحصيل درهم من حلال في آخر الزمان هو أصعب على المؤمن من ألف ضربة بالسيف على عنقه أن يحصل درهم حلال في آخر الزمان فهذا الذي قلبه منير الإمام يطهره الإمام يطهره أما ذاك الذي قلبه مظلم ويجذب إلى نفسه وإلى جسمه كل حرام وشبيه الشيء منجذب إليه فإن الإمام يتركه لنفسه لا شأن له به أخطر شيء أن الإمام يترك الإنسان لنفسه هذا هذا هو أخطر شيء يمر على الشيعي لأن الإنسان حينئذ سيعبث بنفسه وأي ما عبث سيعبث بنفسه الإنسان إذا أوكل لنفسه طرفة عين سيعبث بنفسه فما بالكم إذا كان الإمام قد أوكل للإنسان نفسه على طول الخط فماذا سيفعل بنفسه سيفعل الأفاعيل سيفعل الأعاجب ولذا لن يترك حمارا من حمير البشر إلا وقدسه سينصب له إماما من حمير البشر سينصب له نائب إمام من حمير البشر سينصب له شخصا يؤسس له دين يؤسس له عقيدة الويل للإنسان إذا كان الإمام قد أوكله لنفسه سيعبث بنفسه وهذا هو حال مراجع النجف وكربلاء الإمام أوكلهم إلى أنفسهم لماذا لأنهم جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة هذا الأمر بينه لهم الإمام في الرسالة التي أرسلها إلى الشيخ المفيد ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم لماذا مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فأوكلهم إلى أنفسهم فعبثوا بأنفسهم أضلوا أنفسهم وأضلوا الشيعة معهم لأن الشيعة ركضوا وراء هؤلاء الحمير جاءوهم بدين لا علاقة له بمحمد وآل محمد نقضوا بيعة الغدير تركوا تفسير علي وآل علي لقرآنه ذهبوا إلى منهج النواصب في التفسير تركوا قواعد التفهيم والاستنباط التي بايعنا عليها في بيعة الغدير وذهبوا إلى الشافعي وجاءوا بقواعد استنباطه وذهبوا إلى علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة أسسوا لنا دينا جديدا مسخا إنهم نواصب الشيعة إنهم مرجئة الشيعة إنهم مراجع حوزة الطوسي مراجع حوزة النجفي وكربلع يا أبا ذار يا أبا ذار إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع قلت فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله هذه المعاني لن تتحقق من دون معرفة العقيدة السليمة فعلى الإنسان أن يسعى أولا لتحقيق العقيدة السليمة والعقيدة السليمة لن تتحقق من دون الزهد الحقيقي أنا لا أتحدث عن ثياب بالية وعن خبز يابس هذا شيء يضحكون به علينا الزهد الحقيقي في أعلى درجاته أن نزهد فيما عند النواصل وأن نتمسك فيما عند علي وآل علي حتى ولو عادانا الناس هذا هو الزهد الحقيقي الزهد ما هو بثوب ممزق وخبز يابس إذا كان هذا من الزهد فهذا في أسفل حاشية من حواشي الزهد الزهد الحقيقي هو هذا أن نزهد في عز الدنيا إذا لم يكن ذلك بجنب إمام زماننا وإنما يكون بجنب هؤلاء الأغبياء من مراجع حوزة النجف وكربلاء أن يكون بجانب هذه الأحزاب الشيعية الدينية الضالة العقيدة السليمة هي الحكمة وهذه لن تنبت إلا في القلوب التي تعانق حقيقة الزهد هذا هو الذي يقوله رسول الله أعيد قراءة كلام رسول الله عليكم أتمنى أن تتدبروا فيه أنا لا أجد وقتا كي أتوسع كثيرا في شرحه وتفصيله وبيانه يا أبا ذر يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه حينئذ يستطيع أن يغلق منافذ الاختراق للمشروع الإبليسي لماذا؟ لأنه محصن بتفقيه من إمام زمانه محصن بتزهيد في الدنيا من إمام زمانه محصن بتبصير بعيوب نفسه من إمام زمانه دقق النظر في العبارات يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه ما هي علامة ذلك؟ نحن ما يدرينا أن هذا الذي يقال له فقيه أو أنه يدعي من أن الإمام فقهه على سبيل المثال ما يدرينا من أن الكلام صحيح أو هذا الذي يقال له زاهد أو أنه يدعي من أن الإمام زهده وإن كانوا هؤلاء لا يدعون مثل هذه الإدعاءات لكنني أتحدث على سبيل المثال فما يدرينا أنهم صادقون هناك علامات بينها رسول الله يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه ما يدرينا أن الحكمة قد نبتت في قلبه علامة وأنطق بها لسانه هذا المضمون الذي تتحدث عنه الروايات من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه مراجع النجا تفجرت تفجرت ينابيع التمضرط واتمثلت على أرسنتهم هذا يعني أنهم لم يخلصوا لله حتى لمدة أربعين يوما هم كل واحد عمره ثمانين وتسعين سنة ثمانين وتسعين سنة مهم مخلصين لله حتى أربعين يوم طيلت هذا العمر لو أخلصوا لله أربعين يوما لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم احنا اللي نشوف ينابيع التمضرط والتمثلت تتفجر يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره حيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام يا أبا ذار إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من لماذا فإنه يلقى الحكمة يا أبا ذار إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع قلت فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله هذه المضامين لن تتحقق إلا بتحصيل العقيدة السليمة والعقيدة السليمة لن تتحقق إلا أن يكون الإنسان زاهدا والمراد من الزهد هنا ليس أن يأكل طعاما قليلا ليس أن ينام على الأرض على التراب ليس أن يحفر له قبرا وبعد ذلك يصلي في ذلك القابر هذه الأشياء حسنة بشروط معينة في ظروف معينة لكنها تأتي في أسفل حواشي حواشي الزهد الزهد الحقيقي هو أن نكون مع محمد وآل محمد برغم كل شيء حتى لو أن الدنيا عادتنا حتى لو أن الحكومات وقفت في وجوهنا حتى لو أن أقرب الناس إلينا وقفوا ضدنا هذا هو الزهد الحقيقي أن نزهد في الدنيا بكل شؤونها لأجل أن نكون مع إمام زماننا هذا هو الزهد الحقيقي لأن يضحكوا عليكم هذا عدة صايا صار لها أربعين سنة وذاك عند قندرة ما أدري شمسوا بيه وهذا عند أعمام وصخة عمرها عشرين سنة لأن يضحكوا عليكم بهذا الهزال وهم يدمرون دين الحجة بن الحسن الزهد الحقيقي هو هذا أن نزهد بالدنيا إذا كانت تعارض إمام زماننا وأن نزهد في الناس مهما كانوا قريبين منا إذا كانوا يسيرون في طريق بعيد عن إمام زماننا هذا هو الزهد الحقيقي وهذا هو الزهد الذي ينبت الحكمة في القلوب لا تأكل خبزا يابسا طلب المعارف كما جاء في رسالة الحجة بن الحسن للشيعة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا الزهد الحقيقي أن نعرض بكل رغباتنا وبكل آمالنا عن كل اتجاه وعن كل مجموعة وعن كل شخصية تقطع الطريقة فيما بيننا وبين إمام زماننا هذا هو الزهد الحقيقي الذي ينبت الحكمة في القلوب يا أبا ذار يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر الناس يراهم أمثال الأباعر ماذا نقول عن البشر الأباعر الناس يراهم أمثال الأباعر في جنب الله تبارك وتعالى في جنب الله تبارك وتعالى جنب الله هو الإمام المحصوم هذا هو جنب الله نذهب إلى سورة الزمر وإلى الآية السادسة والخمسين بعد البسملة أن تقول نفس متى في يوم القيامة أو أن تقول هذا عند الظهور أن تقول نفس يا حسرة على أي شيء على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ليس بالضرورة أن الساخر يسخر من الإمام بألفاظ بذيئة أولئك هم نواصب السقيفة حتى نواصب السقيفة ليسوا جميعا يفعلون هذا بعضهم الساخر هو هذا الذي يعتقد أن الحجة بن الحسن كامل معصوم وبعد ذلك يعتقد أن مراجع النجف الذين لا يحسنون الكلام ولا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم يعتقد أن هؤلاء قد نصبهم صاحب الزمان نواباً عن الذي الذي ينصب السفهاء والجهال هذا جاهل وسفي هذه السخرية بصاحب الزمان سخرية الشيعة بصاحب الزمان هي هذه كيف ينصب صاحب الزمان نواباً لا يحسنون لغة القوم الذين نصبهم نواباً عليه كيف يكونون نواباً في أمة هم لا يحسنون لغتها كيف يكونون نواباً لصاحب الزمان وبيانهم وحديثهم حتى لو كانوا عرباً دون بيان وحديث النواصب كيف ينصب صاحب الزمان نواباً بيانهم حديثهم علمهم دون بياني وحديث وعلم علماء النواصب علماء النواصب في الأزهري وفي الرياض في مكة في المدينة بيانهم وحديثهم وعلمهم أعلى شأناً مما عند مراجع النجف وكربلاء الذين يقولون من أنهم نواب لصاحب الزمان كيف ينصب صاحب الزمان إذا كان إماماً معصوماً كاملاً حكيماً ينصب نواباً بهذه المواصفات لا يحسنون لغة القوم الذين نصبوا نواباً عليهم كيف يتواصلون معهم وإذا كانوا يحسنون لغة التواصل فلماذا مستواهم في البيان والحديث والعربية وعلم الدين دون مستوى علماء النواصل لماذا نصبهم بهذه الطريقة هذه سفاهة من قبله فهل الإمام سفيه الإمام ليس سفيه هؤلاء هم سفهاء وكذابون ودجالون يدعون أنهم نواب للإمام ما هذه هي الحقيقة وأنتم الشيعة تعتقدون بهذا فإنكم تسخرون من إمام زمانكم أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخري جنب الله هو الإمام المعصوم بحسب تفسيره وحديثه ورواياته أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر الناس أما أولاء الأباعر هؤلاء الأباعر البشر كيف سننظر إليهم ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها يرى حاله دون أولئك وبشيء بعيد جدا يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس 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 في جنب الله تبارك وتعالى بالقياس إلى الإمام أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها يا أبا ذار يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان النبي يقول لأبي ذار من أنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينه عقلاء في دنيا هذه هي الحكمة الحقيقية يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم ما هو هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه مشكلة الشيعة من أنهم حمقاء في دينهم وحمقاء في دنياهم والدليل النجاف والمنطقة الخضرة الأحزاب الشيعية أحزاب في قمة الحماقة والمرجعي الشيعية في قمة الحماقة حماقة في الدين والدنيا يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم وقت الحلقة انتهى لكنني أختم الحديثة بهذه الوصية الدقيقة من رسول الله لأبي ذار يا أبا ذار يا أبا ذار يكفي يكفي من الدعاء مع البر البر ما هو البر معرفة إمام زماننا البر ولاية إمام زماننا يا أبا ذار يكفي من الدعاء مع البر لأن النبي الأعظم هو الذي قال أفضل عبادة أمتي هذا هو أفضل البر انتظار الفرج وإمامنا الكاظ مفصل لنا ذلك فقال أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج يعني أن المعرفة هي أعلى رتبة فهذا هو البر هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج وأهم فرج نحن ننتظره فرج الحجة ابن الحسن والكاظم باب الحوائج يقول أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج أي معرفة معرفة إمام زماننا حقيقة البر هي هذه يا أبا ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح الأساس الأساس معرفة إمام زماننا يا علي يا علي محمد يقول صلى الله عليهما وآلهما محمد يقول لعلي يا علي يا علي يا علي أنت أصل الدين وانتهينا لا أقول نقطة راسطر لا نقطة ولا راسطر علي وانتهينا ولا شيء وراء ذلك يا أبا ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح يا أبا ذر مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وثار القوس بلا وثار لا يرمي أنتم حينما تلقلقون بألسنتكم من دعاء بتعجيل الفرج ما هو عملكم ما هو عملكم لا بد أن يكون العمل منسجما مع مضمون الدعاء ما هو عملكم لتعجيل الفرج تولون أشخاص كل منهجهم يخالف صاحب الزمان تدافعون عن مراجع حوزة الطوس الذين كل عقائدهم تخالف منهج صاحب الزمان هذا هو عملكم الذي يكون مصاحبا للدعاء بتعجيل لفرج صاحب الأمر هذا عمل ليس منسجما هذا العمل عمل منافر يعني لو أنكم تدعون من دون عمل منسجم سيكون الحال أفضل من هذا الحال تدعون وأنتم تأتون بعمل منافر للدعاء وتتوقعون بعد ذلك أن يستجاب الدعاء وأن تكونوا من أنصار الحجة بن الحسن شين الأخرط يعني نذهب إلى فاصل عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بن فلان أما إن هدمه لا يبني عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكون منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال الرجل يبنى رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكنهما آيتان لم تكون منذ هبط آدم عليه السلام في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يعلنها في آخر الرسالة الثانية من أنه كاره للواقع الشيعي قطعا هو كاره بالدرجة الأولى للذين يقولون من أنهم نواب عنه وما هم بنواب له فما يحبسنا عنهم أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 177 من الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وصلته سنة 412 للهجرة والمفيد توفي سنة 413 للهجرة الإمام هكذا يقول فما يحبسنا عنهم عن الشيعة وقطعا بالدرجة الأولى عن المراجع عن الزعماء عن الكبار فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه فالإمام كاره لواقعنا الشيعي ولذا قلت لكم قبل قليل من أن الإمام أوكل أمور الشيعة إلى أنفسهم أوكل أمور المراجع إلى أنفسهم فالمراجع يعبثون بأنفسهم ويعبثون بنا لأن الإمام كاره لهذا الواقع الإمام هو الذي يقول فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم فهذه الأجواء تتوقعون أن الحكمة ستظهر فيها لهذا السبب المراجع لو أخرس أثول ساكر لو أثول يطلع مسلط ويمضرط هذا هو السبب وما عندنا نوع ثالث فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكره ولا نؤثره منهم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله